هذا وقد بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سفين في الجيزة بعد تعروضها للحريق يأتي ذلك تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس حيث يسابق العمال الزمن لإعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه وإجراء أعمال الترميم لواجهة الكنيسة إضافة إلى الطابقين الثالث والرابع الذين تضرر بشدة بسبب الحريق جهود متواصلة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العمل على ترميم إعادة كنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة هذا الحادث الأليم ثم أيضا إعادة ترميم الكنيسة عدد كبير من العمال يعملون ليلة نهار منذ وقوع الحادث لسرعة الإنجاز في إتمام عملية الترميم داخل الكنيسة سواء في الطابق الأسفل وفي واجهة الكنيسة أو حتى في الطابقين الثالث والرابع نتابع معكم الآن جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال خلية النحلة التي تعمل هنا من العمال والمهندسين لإعادة ترميم كنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابا هنا لا مكان لموضع قدم إلا للعمال الذين يواصلون العمل ليلة نهار لإعادة ترميم كنيسة أبو سفين بإمبابا تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي يسابق هؤلاء العمال الزمن لإعادة هذه الواجهة إلى ما كانت عليه وأفضل أما داخل الكنيسة فلا يختلف الوضع كثيرا عن خارجها من حيث وطيرة العمل ومعدلات الإنجاز حيث تجري أعمال ترميم الطابقين الثالث والرابع وهم الأكثر تضررا من الحريق لإعادة أسقف وجدران الطابقين بحالة أفضل من السابق مع توفير عوامل السلامة والأمان التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى جهود كبيرة تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة ترميم كنيسة أبو سفين الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من أهالي المنطقة مما يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والبناء لإعادة هذه الكنيسة أفضل مما كانت عليها محمود جميل التلفزيون المصري